بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فقرة فيديو وتعليق معنا اليوم فيديو مؤسف جدا لمندوب الهلال الأحمر الإماراتي وهو يقوم باستغلال أطفال اليمن في جزيرة السقطرة يوزع عليهم المساعدات ويطلب منهم الهتاف للإمارات وأيضا أن يهتفوا ضد حزب الإصلاح اليمني اسمعوا معايا هذا الفيديو بعدين نعلق عليهم مش هتبائس يعني هؤلاء الأطفال يدركون هذا الكلام هل ذهبتم لمساعدة هؤلاء الأطفال في هذه الجزيرة من أجل أن يهتفوا بحياة الإمارات ويهتفوا ضد الإصلاح لماذا لا يهتفون ضد الحوثي مثلا عندما تقولون والله يدمر منه المفروض يقول الحوثي على الأقل أنتم تستخدمون حزب الإصلاح في التحالف العربي للقتال تحت راية للتحالف العربي قيادات حزب الإصلاح موجودة في السعودية أنا مستغرب أن هؤلاء أصلا يستخدمون هؤلاء الأطفال إحنا كنا بالنادي أنه لا يتم تصوير المحتاجين والفقراء أثناء إعطائهم المساعدات الآن إحنا بس مش بنصورهم إحنا بنستغلهم في أمور سياسية لا علاقة لهم بها والهلال الأحمر الإماراتي هذا متورد في أشياء كثيرة ابحثوا عن ما يفعل في غزة أو فعل سابقا في غزة وتم القبض على أحد أعضائه مش معقول مش معقول أنتم بتذهبون ما تروحوش تساعدوهم إيه اللي يفهم الأطفال دول إنه الإصلاح اللي يدمر الإصلاح والله يعز الإمارات وهذا الكلام طيب خليهم يهتفوا للإمارات بس مش معقول شيء غريب جدا جدا إحنا لا عايزينهم يهتفوا للإمارات ولا ضد الحوثي ولا ضد الإصلاح هم لا يفهمون شيئا في هذه المواضيع كان الأولى والأجدر بكم أن تذهبوا وتعطوهم هذه المساعدات وانتهت المسألة أو لا تعطوهم عشان الناس اللي بتقولوا إن إحنا رايحين في مهمة إنسانية في اليمن فين الإنسانية؟ هذه مهمة سياسية هذا استغلال للأطفال على حسب القوانين بتاعتكم هذا استغلال للأطفال وهذا الكلام لا يصح أبدا اعرض هذا الفيديو على أي شخص سيقول لك بأن هذا الكلام استغلال فاضح للأطفال فأنا لا أدري ما الذي يحدث في اليمن الإمارات تروح جلسين في عدن يحتلوا الموانئ وجزيرة سقطرة الخالية من الحوثي تماما جزيرة في عرض البحر بعيدة تماما عن الحوثي وعن الإصلاح وعن أي أحزاب لماذا تركزون على سقطرة؟ تكلمنا عن هذا سابقا في القناة السابقة وقلنا أن الإمارات لها أهداف استعمارية في اليمن نعم دولة صغيرة نعم تستعمر وإلا لماذا تنشئ وحدة عسكرية في سقطرة؟ لماذا تشتري الفيلل؟ لماذا تقوم بتعميم الشبكات الإماراتية في سقطرة بدلا من اليمنية؟ كل هذه أسئلة تكلمنا عنها مع الأستاذ عبد العزيز الهداشي سابقا في القناة للأسف الشديد راح الفيديو فعيب اللي أنتم بتعملوه في اليمن وأنا لا أعتقد أن شعب اليمن سيقبل بهذا لكن هي طبعا الحرب فرضت عليهم هذا الوضع الذي هم فيه الآن وإلا أنتم سبب هذه المأساة وأنتم من أدخل الحوثي إلى صنعاء وأنتم الذين أوجدتم الذريعة للتدخل في اليمن وأنتم الآن الذين تذلون الناس بالتدخل في اليمن آه والله إحنا أنقذناكم أنقذتم مين؟ أنتم احتليتوا اليمن عطلتم موارد اليمن جعلتم الآن الحكومة اليمنية عبارة عن دمية في أيدي الإمارات والسعودية لا يدحكمون في شيء إنتاج النفط متوقف إنتاج كل شيء متوقف البلد تقف فقط على التحالف العربي وأنتم بترتكبون المجازر بحق المسلمين هناك بذريعة الحوثي كل المجازر ممسجلة عليكم واعترفتم ببعضها فاتقوا الله في الأطفال باقي هؤلاء الأطفال ما علاقة هؤلاء الأطفال بالسياسة يعني الطفل هذا إيش يعرف عن الإمارات وراحل الإمارات سابقا مثلا عشان لا هو أنت أعطيت كيس سكر أو كيس قمح أو زيت وقلت له قل هذا الكلام هذا الذي أفهمه الله مستعان يعني عيب والله عيب يا جماعة عيب عيب ويعمم هذا الفيديو في كل مكان عيب السلام عليكم